اشتركوا في القناة لتكريم الشخصيات العظيمة اللي أسرت الرياضة المصرية والنادي الأهلي بشكل خاص خلال السنوات السابقة بكل حب وبكل احترام وبكل ود شكل إداري وشكل تنظيمي وشكل احترافي بنتكلم عن قامات رياضية كبيرة جدا كابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق ودكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لأكتر من حوالي عشرين سنة اليوم هو يوم تكريم الرموز يوم تكريم القامات الرياضية الكبيرة حفلة ان شاء الله هتكون الساعة تمانية لكن قناة الأهلي ابتداء من الساعة السابعة مساء هتنقل بس حي ومباشر لي هذه الحفلة اللي بالتأكيد جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان والجماهير المصرية بشكل عام هتكون حريصة على متابعتها وإحنا هنا في النادي الآن بالتأكيد زي ما انتم شايفين بيبقى في تأدير وتكريم للرموز اللي كان لهم دور كبير جدا في الرياضة المصرية رقم واحد وفي النادي الأهلي بشكل خاص الرقم اثنين حفلة بالتأكيد هتكون مهمة وكلنا هنكون حرسين على متابعتها خلال الساعات القليلة القادمة نبدأ حلقة النهاردة بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة بالتأكيد بما ان خلاص فترة الأخيرة كلنا مستمتعين وسعداء بالحالة حالة اللي بيقديها محمد صراح نجم مصر في الملاعب الأوروبية وتحديد الملاعب الإنجليزية وأهدافه المميزة سواء في الدول الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا من وجهة نظركم ورأيكم ايه أجمل هدف سجله محمد صلاح هذا الموسم حتى الآن أنا عارف الاختيار صعب لكن كلكم تخشوا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة بريس سوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام ومنتظر أشوف أراءكم النهاردة رغم الإجابة صعبة لكن أعارف أن الاختيارات هتكون واسعة وأهداف صلاح مميزة تحديدا خلال هذا هذا العام وإن شاء الله بإذن الله في ختام هذا الموسم يكون أفضل لاعب في العالم وجيزة القرى الزهبية وأيضا كمان جيزة الفرنسو فوتبول لنجمنا المصري محمد صلاح لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يوصل تدريباته استعدادا لمباراة الحرس الوطني مميزة كمان في ترند الأهلي مسحة طبية للأهلي غدا مميزة وفي الترند العالمي العالم يتغنى بصلاح مميزة استعراض مباراة اليوم بنتكلم طبعا في استكمال مباراة دوري أبطال أوروبا مبارا حكم فيه حوالي 8 مباراة 35 هدف بمعدل أكتر من أربع أهدف كل مباراة نهاردة بنستكمل بقى المباراة الساعة 7 إلى روبا في مباراتين برشلونة هيستضيف دينامو كييف وأيضا الساعة 7 إلى روبا ريد بول سالسبورج هيستضيف فولفسبورج الألماني الساعة 9 ست مباراة في توقيت واحد بنفيكا سيستضيف بايرن ميوني ويانج بويز سيستضيف فيا ريال منشستر ونايتد يستضيف أتلانتا شيلسي يستضيف مالامو زينت سان بيترسبورج سيستضيف يوفينتوس ولل سيستضيف إشبيلية الدوري الأوروبي يمكن في هذه اللحظات في مباراة مقامة في هذه الفترة سبارتاج موسكو متقدم على ليستر سيتي بهدف مقابل لاشي طبعا دوريات الأوروبية ودور الأبطال المباراة ممتعة ومصيرة 35 هدف في 8 مباريات معدل تهديف عالي جدا مباراة بالأمس أكليتكو مدريد وليفربول وفوز ليفربول بسلاسة أهداف مقابل هدفين وتسع النقاط في دوري أبطال أوروبا في المجموعة نتائج جوالة أروع نتائج جوالة مميزة جدا ولكن أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف فقرة ترند ترند وعندنا معلومات وكواليس مهمة جدا بتخص جماهير النادي الأهلي بشكل خاص أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند ترند عندي موضوعات مهمة جدا في فقرة ترند ترند خاصة أن جمهور النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة عايز يعرف إمتى كاس العالم للأندية مكان استضافة كاس العالم للأندية البطولة دي بتأكيد الأهلي بيشارك فيها للمرة السبعة وهو بطل إفريقيا وحتى هذه اللحظة طبعا لم يتأكد بعض معظم الفرق اللي هتشارك مع الأهلي في هذه البطولة يمكن الأهلي موجود بصفته بطل إفريقيا تشيلس الإنجليزي بصفته بطل أوروبا يمكن أسيا خلاص في المراحل الأخيرة بالأمس كانت فيه مباراة الهلال والنصر والهلال في الفاينال وبالتأكيد بينتظر يا لبن بنسبة كبيرة بطل كوريا فبنتكلم خلاص إحنا في المراحل الأخيرة من تحديد أسماء الأندية اللي هتشارك في كأس العالم للأندية لكن الفترة الجاية إيه لا يحصل في هذه البطولة إمتى هتتلعب مكانها فين اليابان كنت هتنظمها اليابان اعتذرت السعودية قدمت جنوب أفريقيا قدمت جنوب أفريقيا اعتذرت الإمارات عايزة قطر ممكن الوضع إيه بالزبط طيب بعد قليل يمكن جياني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لقرية القدم يمكن بيعقد مؤتمر صحفي ويعلم من خلاله تفاصيل أمور عديدة جدا المكتب التنفيذي أو اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الدولي لقرية القدم واللي تم عن طريق الفيديو كونفرنس قدامكم على الشاشة ده جدول أعمال الاجتماع اللي بدأ بالضبط حوالي الساعة 4 وانتهى منذ قليل احنا على مدار الحال نحاول نعرف القرار المتعلق بكأس العالم عنديها ونقول لكم البطولة هتتلعب فين وإمتى بالضبط أول ما يتم الإعلان لكن قدامكم ده جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية أو المكتب التنفيذي يمكن الاجتماع شهد المصدقة على قرار تشكيل الاتحاد العراقي واللجنة التطبيع اللي بتدير الاتحاد العراقي نفس الأمر الاتحاد الباكستاني ونفس الأمر الاتحاد المصري والمصدقة على قرار مكتب التنفيذي بتعيين لجنة التطبيع فيه أو تجديد استمرارها في 30 سبعة الماضي وبعض التغيرات المقترحة على تقويم المباراة الدولية يعني أيضا كمان المباراة الدولية الفترة الجاية هيتم تعديل موعدها وتعديل موعد الأجندة الدولية وأيضا تعديل لواء خاصة بانتقالات اللاعبين والقواعد الإجرائية الجديدة وأيضا كمان أمر متعلق بمحكمة كرة القدم وأعضاء المحكمة خلال الفترة اللي جاية لما ننزل تحت شوية وبنتكلم بقى في المسابقات يمكن المكتب التنفيذي أيضا كمان هيبص على آخر اجتماع تم عن طريق الفيرجي كونفرنس يوم 27 29 21 الاجتماع ده شهد تعديل بعض الأمور المتعلقة قدام قهوت البند رقم 3 الفقرة 5 اللجنة المنظمة للمسال المتعلقة بمسابقات الفيفا كأس العالم للأندية 2021 المكان والزمان أيضا كمان تعديلات على تقويم المباراة الدولية للسيدات وجدوا المباراة كأس العالم للسيدات خلال الفترة اللي جاية إذن أهم نقطة بننتظرها من خلال هذا الاجتماع اللي بدأ الساعة أربعة وانتهى منذ قليل وفي مؤتمر صحفي حالية لجياني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا هيألن بعد قليل مكان وزمان كأس العالم للأندية ودي آخر بنود جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع منها كمان تحديد موعد كونجرس الفيفا خلال الفترة اللي جاية وأيضا كمان بعد يعني أمور المتعلقة بجائحة كورونا والأمر المتعلق ببروتوكول جائحة كورونا خلال الفترة اللي جاية عموما إحنا على مدار الحلقة عن تابعكم أول ما يكون فيه إعلان رسم وخبر رسمي بمكان وتوقيت تكاسل عالم الأندية هنقول بسرعة لكل مشاهدة ومتابعة قناة الأهل في كل مكان أعرف أن الجمهور الأهل بينتظر بشكل بجير جدا معاد هذه البطولة ومكانها كمان عشان الجمهور عايز يحضر ويشجع الأهل ممكن في الإمارات ممكن في قطر ممكن السعودية هو المكان الأقرب تحديدا هيكون في الخليج إمتى برضو احتمالية أن يكون البطولة عقب كاس الأمم الإفريقية في شهر فبراير من عام 2021 لكن كل التفاصيل دي هتبقى رسمي بقى خلال الساعات القليلة أو الدعاية القادمة بعد إعلان رئيس الاتحاد الدولي كل هذه التفاصيل بشكل رسم الموضوع الثاني معايا وانبارح في مساء الأمس الموقع الرسمي للنادي الأهلي نشر تصريح لبيت سمو سيماني هذا الشخص لا يمثني وعلاقتي بالأهلي لا تحتاج إلى كلام في فترة الخيرة شفنا كلام كتير قوي يعني الناس بتتكلم كتير على موضوع بيت سمو سيماني والنادي الأهلي كان حسم الملف ده إلى أن خرج أحد لاعبي الكرة وعنده بيتج وعنده صفحة رسمية وكتب على صفحته معلومة غير صحيحة وتم نفيها بالتأكيد والراجل كان موجود في الحفل طبعا وفي المؤتمر العام لمجلس دارة النادي الأهلي أول أمس وكان بيت سمو سيماني حاضر وحتى الكابت المحمود الخطيب يتكلم عليه لكن بيت سمو سيماني عبر عن استياءه من الكلام اللي بيتم تدوله في وسائل إعلام وقال أن حازم الحديدي ليس وكيل أعمالي وقال الأمور مع الأهلي لم تعد في حاجة إلى أي كلام ما تم الاتفاع عليه مع الإدارة تم بموافقة الأطراف جميعها وتم الإعلان عنه في وسائل إعلام بشكل رسمي فبالتالي خلاص مفيش أي جديد للحديث عنه وفي نفس الوقت العلاقة بيني وبيني النادي الأهلي مستمرة بكل حب وتعاون وثقة متبادلة والهدف الواحد دينا الفترة الجاية هي مصلحة الفريق الأهلي عنده لإياب الدور التمهيد الثاني لدورة أبطال إفريقيا وبعد كده عنده الدور العام والانطلاقة وأول ثلاث مباريات مستوى قوي جدا مباراة الإسماعيلي، مباراة البنك الأهلي، مباراة القمة موسيماني، الجهاز المعاون اللعيبة، كلهم في الفترة حالية بيشتغل عشان هدف واحد بس يسعيدوا الجمهور ويحسنوا الأداء وقدر الإمكان يعملوا نتائج متميزة زي ما حصل في بداية تولي موسيماني تدريب الأهلي اتنين دورة أبطال إفريقيا، السوبر إفريقي، برونزية كاس عالم جمع دورة وكاس مع بعض آه صحيح، وصل أو تولى مسؤولية الأهلي في المراحل الختمية من الدوري لكن في النهاية كان موجود في حفلة استلام الدر وكان موجود طبعا في المراحل النهاية لمباراة كاس مصر الفترة الجاية دعم ومساندة من الجمهور والناس خلاص بيتعارفة أي بيج أو أي لاعب أو أي حتى إعلامي لما بيقول معلومة من قبل ما يقولها الجمهور بقى عارف المعلومة الصح من الغلط وده له يتكلم بيتكلم بصفته إيه وبيتكلم بأي هدف وإيه الغرض من أي كلام الفترة اللي جاية عموما في الفترة الجاية عندنا مباراة حاسمة وكل الدعم للجهاز الفني وإن شاء الله نتمنى يكون فيه نتائج موفقة وآداء قبل النتائج خاصة مع لقاء العودة أمام بطل النيجر يوم السبت الساعة ستة بتوقيت القاهرة على ملعب الأهلي والسلام الموضوع الثالث وبما أننا برنامج سوشيال ميديا ومهتم جدا بأي تغريدة بتكتب على تويتر أو أي صورة موجودة على إنستجرام أو بوست موجودة على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك نهاردة صحينا على كلام كبير قوي بخصوص مركز التسوية والتحكيم وهل اتحاد الكورة بينفس قراراتها ولا ما بينفس قراراتها وهل اتحاد الكورة عنده ما يفيد أو اللي حد تسمح له إنه هو ما ينفس قرارات مركز التسوية والتحكيم ولا لا إحنا دايما بنحاول نزيل أي لابس وأي لغة حول أي موضوع ولو السوشيال ميديا بتحاول تطرح قضايا وموضوعات الحمد لله التريند بيبقى جاهز للرد على أي موضوع خدمة خمس نجوم لكل جمهور النادي الأهلي أنا مش هتكلم على قانون الرياضة بيقول إيه ولا لايحة اللجنة الأولمبية طبعا القانون بيجب بأي لائحة أي بند موجود في قانون بيجب بأي لائحة فبالتالي قانون الرياضة واضح والليحة اللجنة الأولمبية واضحة لكن لما نشوف بقى لايحة اتحاد الكورة نفسها اللي اتحاد الكورة بيلتزم بكل بنودها اللي لايحة اللي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي واللي منشورة في الوقاعة المصرية في 2017 ما ليش دعوا باللايحة الجديدة اللي لسه ما تمش اعتمادها وتم نشراها في الوقاعة المصرية أنا أتكلم على آخر لايحة اللي قدامكم على الشاشة المادة 79 بيقول إيه على الاتحاد المصري لكرة القدم تنفيذ قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وفقا للقانون والمواصيق الدولية البند واضح وصريح وده ليحة ايه؟ ليحة اتحاد الكورة اللي منشورة في الوقاعة المصرية طيب ساعة أزمة مباراة 99 أو دوري 99 اتحاد الكورة أعلن قزة مرة وقال أنا غير ملزم بتنفيذ قرارات التسوية والتحكيم وأنا اطلعت هنا قزة مرة قلت الكلام ده غير صحيح لكن ما كناش منتكلم واش عايزين ننشر الليحة ونتكلم فيها لغاية لما نشوف المراحل النهائية لأن نخده بالكو مهم جدا لما بتاخد قرار من مركز التسوية والتحكيم لازم يكون قرار نهائي بات فطبعا لسا القرارات كلها لغاية اللحظة دي قرارات مش نهائية ولكن أنا بقول لاتحاد الكورة كل قرار نهائي بات بيصدر من مركز التسوية والتحكيم انت ملزم بتنفيذ وإلا خدوا بقى المفاجأة دي ما كنتش حضرتك جيت في الليحة اللي حلان الفيفا اعتمدها ومستني مراجعة اللجنة الأولمبية والوزارة عشان تنشرها في الوقاعة المصرية وتشيل منها بند مركز التسوية والتحكيم وتكتفي ان اخر قرار ملزم بالنسبة لك هو لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لقرة القدم تمام وإلا ما كنتش جيت في الليحة اللي بيتم اعتمادها حاليا ونشرها في الوقاعة المصرية عشان على اساسها يكون في انتخابات في 2021 وتشيل منها بند مركز التسوية والتحكيم لسه ما عرفش اللجنة الأولمبية اعتمد ده والوزارة اعتمد الدولة لان اخد بالك وده مخالف لقانون الرياضة لكن 2017 انت ملزم في احكام صدرت امبارح واول امبارح بتخص لعيبة بتخص اندية منافسة هنشوف هتنفذ ولا مش هتنفذ لانك لو نفست هتضطر تنفذ كل اللي فات ولو ما نفستش هتبقى بتخالف لايحتك والقانون فانت مابين نارين هنشوف اللي يحصل للفترة الجاية وسبحان الله اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف باقي فقرات برنامج الترند ولسه عندنا مفاجئات واخبار مهمة جدا بتخص الاهلي قبل انطلاق المشوار الافريقي يوم السبت القادم اهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد في هذه اللحظات محتاجين نطمن على استعدادات الاهلي لمباراة بطل النيجر يوم السبت القادم لذلك اذهب مباشرة الى مقر النادي الاهلي بجزيرة وتحديدا ملعب مختار التتش مع الزميل العزيز كريم احمد مراسل قناة الاهلي مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد براحب بيك طبعا في البداية وكل التحية لكل جمهورنا جمهور النادي الاهلي طيب الاستعدادات بقى متواصلة والمباراة بنتكلم خلاص اقل من 72 ساعة ولقاء مهم بغض النظر عن نتيجة لقاء الزهاب لكن اكيد في تفاصيل عندك المران قدامي هو في الخلفية الصورة وعايز اعرف افشا النهاردة موجود في المران الجماعي حسين الشحات عايز اتطمن عليه من خلالك هل مش موجود ولا لا موجود في المران كل التفاصيل دي يا كريم بالتأكيد من خلالك هنعرفها وكل جمهور الاهلي محتاج يسمحها منك بالتأكيد طبعا زميل محمد يعني في البداية ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لفريقا للنادي الاهلي بطل افريقا لانكم براء القادمة وبراطة للسبت القادم ان شاء الله بإذن الله يا رب ان شاء الله توفيقكم معنا لتحضيرات بكثيفة جدا ومميزة جدا حقيقة مع الجهاز الفني سواء تحضيرات تمكن فنية بمحاضرات وهي لايتس طبعا للمباراة الأخيرة ونقاط القوى الضعفة الكثيرة جدا الحقيقة يمكن مستر بيتسو موسيماني بيحاول في كل تدريب ان هو يشتغل عليها بعض الكسور يمكن شفناها ممكن بشكل كبير جدا يكون في تغيير في التشكيل وده الحقيقة محمد اللي لمسينه وشايفينه من خلال التدريبات اليومية طبعا لفريق النادي الاهلي استعدادة لأمورات الحرس الوطني بطل انايجر نهاردة كالعادة طبعا تدريب النادي الاهلي كان في تمام الساعة الرابعة 35 او 25 دقيقة محاضرة فنية البيتسو موسيماني ومنها مباشرة الى التدريب فقرات بدنية وفقرات ايضا كمان خاصة بها الكرة وممكن اهمها طبعا التاكتك الراجل يمكن بيحاول يعمل ثلاث تأسيمات في تأسيمها واحدة بيحاول ان هو يمكن يضم كل اللعبين بيوظف بعض لعيبة في اماكن لان طبعا ان تعرف الزروف عندنا حتى هذه اللحظة الغيابات الخاصة طبعا بكل الوفيدين الجدد مش هيكونوا معنا فيمكن القوام اللي متواجد معنا هنشارك به في المباراة القادمة لكن امكن انت محمد طبعا ذكرت عدد من اللعبين حابين طبعا في البداية انطمن كل جمهور النادي الاهلي بعض يمكن الناس وبعض الاخبار اتكلمت على حسين الشحات وقالت حسين الشحات 48 ساعة هيبدأ يخش فيها التدريبات ومن هيكون جاهز للفترة القادمة فممكن الناس اكدت ان حسين هيكون خارج مباراة الحرس الوطن انا بقول لك محمد طبعا من خلالك ومن خلال شاشة قناة النادي الاهلي وتصريح خاص طبعا لطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبلة حسين الشحات من هاردة في التدريب بالكامل ويمكن امس خاد جرعة تدريبية قوية غدا يكون متواجد وحسين الشحات متواجد في قائمة المباراة القادمة الدفع بي من عدم وطبعا هي رؤية فنية خاصة في بيسو موسيماني لكن جهزيته الطبية والفنية ممكن جهزة بشكل كبير كبير جدا حسين افشا طبعا عنده حماس كبير جدا الفترة القادمة فبنتمنى ان شاء الله يكون متواجد وموفق في المباراة القادمة اللي غاب عن المباراة الماضية تأثيره مهم جدا محمد مجدي افشا محمود متولي مستمر في التأهيل صلاح محسن ايضا كمان بعد البرنامج الموضوع ليه طبعا من قبل الجهاز الفني لكل مستمر محمد في التأهيل الخاص به لكن هي التأكيد اللي كانت مهمة جدا حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا محمود عبد المنعم كهربا ايضا كمان متواجد في التدريب شعور كان ببرد بسيط جدا يعني تعرف الناس بتحول تكتاة شوية لكن هو شعور بسيط جدا ونتعرف جهاز الطب اللي نادي الاهلي اي حد بيشعر باية حاجة بيبقى فيه تأني عليه بالدفع بيه لكن تم فحصه طبيا قبل انطلاق المران ويمكن تأكد جهازيته لطبية والفنية والبدنية للمباراة القادمة في ممكن لكل الحمد لله محمد متواجد في التدريب وجود كابتن محمود الخطيب امس الحقيقة كان مهم جدا كان اجتماع بسيط مع الكابتن ساي عبد الحفيز اهمية المرحلة الكل طبعا عارف المرحلة القادمة لكن الحمد لله محمد جدية كبيرة جدا وحماس كبير لفريق النادي الاهلي فيها تدريبات ان شاء الله باذن الله يوم السبت ينقصنا التوفيق باذن الله والدعم الكبير كعادة جمهور النادي الاهلي خلال المرحلة القادمة مدى جهزية افشل مباراة يوم السبت يا كريم يعني اتكلمت مع الكابتن سامي او اتكلمت مع بيتسو موسيماني فيه امكانية للدفع به ولا هو عشان راجع من اجازة فبيحاول قدر امكان بيبدأ تأهيل الفترة القادمة في التدريبات يمكن بدنيا وفنيا انا محمد انا محمد مجد افشل بأكد لجهزيته وده تأجيد كمان من الجهاز الفني والجهاز الطبي يمكن محمد اما عاود طبعا المنتخب خروجه من المنتخب هو محمد شريف كنادي الاهلي كان ادي اجازة ثلاث ايام او اربع ايام اللي محمد مجد افشل ومحمد شريف محمد مجد افشل استمر في الاربع ايام تدريب لانه هو عارف ان المرحلة مهمة وعارف انه هو بعد الزواج هيكون يومين او ثلاث او اربعة ايام بالكتير عشان يبدأ يخش في مسير طبعا النادي الاهلي والدفاع لقب بطولة الافريقية وبطولة الدوري العام وكأس مصر وكل بطولات لأ حالته الفنية والبدنية جهزة ويمكن محمد مجد افشل بيتميز بهذا الامر عنده اصرار كبير وعارف قيمة النادي الاهلي وعارف اهمية المرحلة وانكار الزادة مهم جدا شفنا قبل وحمد فتح الحقيقة محمد مجد افشل كمان بيدي مثال كبير جدا لحب وليه النادي الاهلي فان شاء الله بإذن الله يكون جاهز الدفع بيه ايضا من عدم هي رؤية فنية لكن انا بأكد لك محمد من خلال التدريبات ومن خلال رؤيتنا جاهز فدنيا وجاهز بدنيا وان شاء الله بإذن الله يكون ذهنية مواقفة في المباراة قادمة لا يعني اقدر اقول لك النادي الاهلي مستمر في تدريباته تجمع يكون الساعة ثلاثة اربعة عصر يوم الجمعة ان شاء الله نفس المعاد ومنها مباشرة بقى لامعسكر مغلق انت عارف 24 ساعة بسيطة جدا قبل المباراة لامور الحمد لله محمد طيب لك بأكد لك برنامج النادي الاهلي مستمر حتى يوم الجمعة تدريبات في ملعب مختار التج ويوم السبت ان شاء الله بإذن الله يكون المباراة على استاذ الاهي والسلام في تمام الساعة السابعة ان شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق لفريقنا الجهاز الفني بيتسو موسماني ان شاء الله يكون موفق عدته في القيادة الفنية ورؤيته الخاصة بيها التشكيل في هذه المباراة ويا رب ان شاء الله محمد يكون التوفيق معنا ونقدر نتخطى هذا الفريق لان الظروف مختلفة المناخ مختلف كل الامور ده مختلفة الفريق النادي الاهلي فيمكن الامل كبير جدا ان شاء الله ان نحن نقدر نحقق نتيجة كبيرة نصالح بها جمهور النادي الاهلي عن المباراة الماضية اخر سؤال وبدون الدخول في اسامي او تفاصيل بس انا يمكن لما استاكده في اول كلامك يا كريم قلت لي ممكن يكون فيه تغييرات في التشكيل تقدر تقولي بنسبة كام لاعب مثلا يعني من اثنين لتلات لعيبة يا محمد يعني مش عايز طبعا نقول اسماء لكن واضح ان فيه تغيير فيها للتشكيل اه واضح ان فيه تغيير في التشكيل الرجل بيحاول ان هو يعني شاف طبعا المباراة الاولى بعض اللعيبة طبعا كان فيه كسوره ما كانش فيه الروح والجدية الكبيرة اللي احنا عارفنا بفريق النادي الاهلي الامر مش فني على قد ما هو امر ممكن يكون خاص ببيتسو مصيبين الرجل عايز الفترة اللي جاية كابتن سيد عبدالحفيز الكل بيتكلم على الروح والقتال وروح الفنان الحمرة غابت عننا في المباراة الاولى محمد الحقيقة زي ما شفنا فان شاء الله بإذن الله الكل بيكتهد العيبة كلها بتكتهد الروح الكبيرة والحماس اللي شافينه في التدريب بيدينا امل طبعا ممكن يكون فيه تغيير فيه الجهاز فيه طبعا التشكيل الخاص بمباراة القادمة اي حد يكون متواجد ان تعرف محمد الكل طبعا بيرتاد قميس النادي الاهلي فيارب ان شاء الله بإذن الله الكل يكون على قد قيمة النادي الاهلي وقيمة قميس النادي الاهلي زميل العزيزة كريم احمد مراسل قناة الاهلي بشكرك شكرا جزينا على كل هذه المعلومات والاضحات من ملعب التيتشبيج جزيرة واخر الاستعدادات لمباراة بطل النيجر يوم السبت القادم على ملعب الاهلي والسلاب قبل مطلع الفاصل اخر حاجة السويسري جياني انفنتين ورئيس الاتحاد الدولي لقرة القدم اعلن منذ قليل ان كاس العالم للاندية سيتم تنظيمه في ابو ظبي في الامارات العربية المتحدة مطلع عام 2021 وبنسبة كبيرة هتكون في شهر فبراير عقب 2022 في شهر فبراير عقب كأس العالم او كأس الامم الافريقية اللي هتقام في الكاميرون في شهر يناير وفبراير من بداية العام القادم كأس العام الاندية في ابو ظبي وغالبا الموت سيكون في شهر فبراير عقب كأس الامم الافريقية وكل التوفيل الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي هيكون بالتأكيد موجود ومالئ المدرجات في ابو ظبي زي ما عمل السنة اللي فاتت في الدوحة وكان تشجيع كبير والبرونزية وان شاء الله في ابو ظبي تكون قلمة له الفضية او حتى التواجد يعني في المباراة النهائية لكأس العالم للاندية اخرج لفاصل وبعد الفاصل نواصل مع بعض ونشوف اخر فقرات برنامج التريند ونشوف تريند الاهلي والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الاهلي والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا نبدأ مع بعض تريند الاهلي واول حاجة معنا الحساب الرسمي للأهرام على تويتر كتبوا مسحة طبية للجهاز الفني واللاعبين استعداداً للقاء الحرس الوطني كلنا عارفين دوري أبطال إفريقيا في بروتوكول متعلق بالكوفيدا 19 بتبقى قبل المباراة بـ 48 ساعة بتعمل مسحة طبية عشان تطمئن على حالة الفريق لكن أتمنى خلال الأيام القادمة من الاتحاد الإفريقي واللجنة الطبية تحديداً برئاسة دكتور وديع الجري بعد وجود لقاح فيروس كورونا ومعظم الأجهزة الفنية واللاعبين خدوا اللقاح واللقاح الفيروس اللي خد اللقاح هيعمل مسحة بعد كده ولا لا عشان نبقى الفكرة دي برضو نبقى عارفين هل الاتحاد الإفريقي هيعتمد اللقاحات بحيث اللي خد التطعيم ما يعملش مسحة ويبقى جاهز لكل المباراة ولا لا أتمنى حسم الأمر ده خاصة مع انطلاق بطولة دوري المجموعات في شهر فبراير عاقب كأس الأمم الإفريقية لكن المسحة بكرة إن شاء الله قبل المطشة 48 ساعة زي ما حصل فيه لقاء الزهاب في النيجر حساب الأهرام أيضا الحساب الرسمي لها على تويتر بيتكلموا على بيتسو موسيماني بينتظر قهربة ومحمود وحيد ده جاهز لمران اليوم كان معانا زمننا كريم أحمد من ملعب التيتش وقال لنا أن القهربة النهاردة انتظم في المران وكان غاب مبارح بس لشعوره كده بنزلت برد خفيفة لكن الحمد لله اطمع عنين على حالته والنهاردة كان موجود في المران الجماعي وإن شاء الله هيكون جاهز لمباراة يوم السبت القادم نروح كمان لحساب الوطن الرياضي وحسابها الرسمي على تويتر أو حسابها الرسمي على الفيسبوك كاتبين صدمة مزدوجة في الأهلي تأكد غياب سنائي جديد عن مواجهة الحرس المفاجأة بالنسبة لنا هو بيقوله الغياب لحسين الشحاد بسبب الإصابة في العدلة الضمة بجانب محمود متولي الذي يعاني من إصابة في أوطار الرجبة طب متولي عارفيني الإصابة هم يعني بنسبة كبيرة مش موجود حتى هذه اللحظة يعني بنسبة كبيرة لكن مش مؤكدة لكن حسين الشحاد هو كده ما في الصدمة للنسبة لنا كريم أحمد من المران حالير هو موجود بقى في التدريب وشايف بنفسه حسين ما عندوش أي حاجة ولا في إصابة بالعدلة الضمة وحسين الشحاد النهاردة كان موجود في المرانة الجماعي وشارك في المرانة الجماعي بالكامل فبالتالي اللي عنده عدلة ضمة ده بيغيب شهر وشهر ونص لكن لما يتمرن النهاردة ويكون جايز لمطشم السبت يبقى فين الصدمة فين صحة الخبر في هذا الموضوع فبالتالي حسين الشحاد مش مصاب سليم ويكون جايز لمباراة السبت إن شاء الله طيب نروح مع بعض كمال لي اليوم السابع والحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر بيتكلموا برضو الإصابة تبعد حسين الشحاد عن مواجهة العودة بين الآل والحرس الوطني هو يا جماعة فكرة إن خبر حسين الشحاد ألاقيه بنفس المعنى ونفس العنوين في كل مواقع ده حاجة مش طبيعية ما هو حسين مش مصاب حسين في التدريبات وحسين النهاردة في المرانة وزمنا الكريم بأكد تاني من ملعب التتش بالجزيرة قال وهو شاف بنفسه حسين النهاردة كان بيشارك في المرانة الجميع أنا الفكرة بالنسبالي لو نزلت برد أقوله آه يعني ممكن يعني مبارح كان لقدر الله عنده نزلت برد فممكن ما يكونش موجود لكن لما تتكتب عضلة ضمة العضلة ضمة دي فيها شهر شهر ونص لكن فجأة اللعب كان عضلة ضمة والنهاردة يشارك في المرانة مش عارف أتمنى بس يكون فيه مصداقية في نقل الأخبار خاصة إن خبرت ده ممكن يخلي الجمهور يزعل ويدايا فيه غيابات وفيه إصابات فإن شاء الله حسين جاهز لمباراة السبت وهيكون موجود طبقا للرؤية الفنية لبيتسو موسيماني طيب نطلع بره الأهل شوية ونروح بقى ونشوف الأخبار الدوري الصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك نشروا تصريح لعامر حسين لا يفوتك مباراة الأهل والإسماعيلي بحضور جمهور كلنا عارفين إن مباراة الدوري إن شاء الله بإذن الله خلاص كما أعلنت ربطة الأندية كلها هتكون بحضور ألفين مشجع كل مباراة فيها ألفين مشجع إن المباراة هتشهد حضور جمهوري وألف مشجع لكل نادي ألف مشجع من الأهل وألف مشجع من الإسماعيلي أيا كانت المباراة بتاعتمين على فكرة بالمناسبة برضو ممكن الناس تقول لك هي المباراة فيين يعني المباراة مثلا في برج العرب دي مباراة الإسماعيلي فالألفيني ببطوع الإسماعيلي لا الربطة قالت ألفين مشجع في كل المباراة أيا كانت المباراة جمهورية مش جمهورية كل فريق مخصص لي كوتا كده عدد معين ألف مشجع في الفترة اللي جاي طيب واردور بتكلم برضو في تريند الاهلي بتكلم على لاعبة وكنت بتكلم على حسين الشحات كريم زي منا قال واعلن ان حسين موجود ما ديجي نبص على التمرين ونبص كده ونشوف على الهواء صورة مباشرة كده من ملعب التيتش بالجزيرة وعلى الهواء مباشرة وبدأ من الحسين الشحات موجود اهو في التدريب حسين الشحاية، تورام ربيع، ووليد سليمان دمع ومحمود وحيد كمان الصورة دي على فكرة ده على الهواء مباشرة هذه الصورة على الهواء مباشرة محمد الشناوي كمان هو مع دكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق الناديل آل عشان لسه هيبدأ البرنامج التأهيلي الفترة الجاية ألف سلام عليك يا شناوي لكن يا جماعة يعني أتمنى أتمنى مصداقية المعلومة والخبر تبقى مهمة جداً للفترة اللي جاية محمود متولد قدامنا في التمرين حسين الشحات قدامنا في التمرين والشناوي هيبدأ البرنامج التأهيلي ووقف هو مع دكتور أحمد أبو عبل عشان ممكن بقرة ولا بعده تلاقي يقولك إيه الشناوي ما بيجيش التدريب وشكله هيغيب شهرين ثلاثة أو النهاردة موجود في التتش ويبدأ البرنامج التأهيلي واعد مع دكتور أحمد أبو عبل لو فيه اجتماع عشان المرحلة اللي جاية طيب نروح كمال للوطن سبورتو بيتكلموا على إن فيه فرامان من بيتسو موسيماني في الأهلي قبل بداية الدورة بسبب الجماهير طيب هي الفكرة سابق الجماهير في إيه هو المعنى إن بيتسو موسيماني طلب من الجهاز المعاون إن يتم تحضير هايلايتس وبعض اللقطات الخاصة بفرق الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك ليه؟ عشان يستعد لهم بشكل جيد جدا خوفا من الضغوط الجماهيرية ده اللي مكتوب من خلال صحيفة الوطن والحساب الرسمي للوطن بيتكلموا فكرة بسبب الجماهير دي يعني خوفا من الضغوط الجماهيرية طيب هو شيء طبيعي وأنا محبش أخش في التفاصيل وقام في كتير بس يعني فيه تفاصيل بتبقى يعني ممكن عنوان يشد القاري لكن هو طبيعي أي مدير فني عنده تلات مباراة وربعا فيه اتنين محللين أداء من غير حتى هم بيطلب هم بيحضروا أصلا كتاب وكراسة فيها كل الأرقام والسكاوتينج لفري الإسماعيلي وفري البنك الأهلي وفري الزمالك حتى كمان الصفقات الجديدة الإسماعيلي ضم مين؟ لو ضم مثلا محمد الترهوني المحللقة ده لازم يكون عندهم محمد الترهوني ده قبل ما ينضم للإسماعيلي آخر سنة كان بيلعب فين وأرقامه إيه وإصابته إيه كل الأمور دي أمور مهمة جدا أي جهاز فاني بيشتغل عليها سواء على فكرة في ضغوط أو مفيش ضغوط طيب آخر حاجة معايا في ترند الأهلي الحساب الرسمي لمبتدأ على تويتر رحنا بقى الموضوع تاني وموضوع الساعة وكل ساعة ومش هنخلص منه موسماني أم فريرة الأهلي يحسم الأمر طيب مبتدأ هنا هو مش بيحاول يقول أنه في مفاوضات لا مبتدأ بيقول الأهلي يحسم الأمر بمعنى أن الكابتن محمود الخطيف في اجتماع وفي المؤتمر العام لمجلس الإدارة أول أمس تكلم على بيتس موسماني وحسم موقفه والقال وقال يعني الرجل المستمر معنا وقال ساعتها كمان أن بيتس موسماني من أفضل خمسين مدرب في العالم فبالتالي الأهلي حسم الأمر سواء بتصرحات ركابتن محمود الخطيف أو حتى بالإعلان الرسمي اللي نشر على الموقع الرسمي لأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويل اللي قال موسماني مستمر معنا لغاية نهاية الموسم وغلق أي ملف خلال هذه الفترة للتركيز في المشوار القادم أتمنى الملف ده يتقفل بقى ونركز في المباراة الجاية لأن المباراة الجاية على فكرة مهمة جدا وصعبة جدا ومش عايزين نضغط نفسنا بتفاصيل ومعلومات ممكن تسبب أزمات بدون أي داعي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا مكملين بحضراتكم بقى فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد وآخر فقرة معايا فقرة الترند العالمي ومشاركة الجماهير لكن قبل ما دخل في تفاصيلها بما أنه بقى الترند العالمي وقرار مهم جدا من جياني إنفنتين وعاقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عبر الفيديو كونفرنس أبو زابي ستصديف كأس العالم للأندية مطلع العام المقبل عشرين اتنين وعشرين النهاردة كان فيه مكتب التنفيذي وعاقب المكتب التنفيذي كان فيه مؤتمر صحفي وعلم من خلاله رئيس الاتحاد الدولي لكوات القدم فيفا أن الإمارات وتحديدا إمارة أبو زابي ستصديف كأس العالم للأندية واللي بالتأكيد بيشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطلا لإفريقيا برنامج البيت الكبير وقناة النادي الأهلي كانت أول من أعلنت وأشارت أن أبو زابي والإمارات العربية المتحدة قريبة من استضافة كأس العالم للأندية وبالفعل بيتحقق هذا الخبر وهذه المعلومة وانفراد البيت الكبير النهاردة من خلال إعلان الفيفا أن كأس العالم للأندية سيقام فيه أبو زابي وغالبا بنسبة كبيرة هيكون عاقب كأس الأمم الإفريقية في شهر فبراير من عشرين اتنين وعشرين الأهلي دور الإماراتي نتمنى إن شاء الله نشوف الهلال السعودي وتكون بطولة على أعلى مستوى وطبعا حضور الجماهير السعودية مع حضور الجماهير الإماراتية مع النادي الأهلي وجماهيره في الإمارات هتبقى بطولة رائعة بشكل غير طبيعي أيضا كمان مع وجودة شالسي بطل أوروبا نروح ليه التريند العالمي والتريند العالمي يبقى محمد صلاح نبدأ مع بعض صفحة ليفربول على الفيسبوك بتحتفي بأفضل في العالم نجمنا لنوصل محمد صلاح بعد تسجيله هدفين في دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد وأمام ديجي سيميوني مدير الفني لفريق أتليتكو مدريد صلاح مبارع عمل مباراة ممكن ما تكونش أعلى حاجة بس الأهداف كانت مؤسرة وعمل رقم قياسي جدا إيه الرقم القياسي؟ نروح مع بعض ونشوف محمد صلاح من خلال حساب بليتشار فوتبول على تويتر وبيتكلموا على إن محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في تسع مباريات متتالية رقم قياسي لم يتحقق من قبل طيب هل حساب بليتشار فوتبول هو اللي تكلم عنه بس؟ لا ده كمان حساب الويفا تشامبونزليك حساب الاتحاد الأوروبي وحساب دوري الأبطال على تويتر بيتكلموا على إن محمد صلاح سجل في آخر تسع مباريات بجميع المسابقات مع ليفربول تسع مباريات أحرص فيهم حداشر هدف إذن إحنا بنتكلم على أرقام مميزة وحساب ليفربول بيتكلم على أفضل لاعب في العالم وهو محمد صلاح طيب مشاركة الجمهور على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة ممكن يعني بنتكلم على بخصوص محمد صلاح والسؤال اللي طرحناه أجمل هدف سجله محمد صلاح في الموسم حتى الآن طيب السيد محمد هيبة بيقول مساء الخير عليك يا كابتن مساء النور يا سيد محمد أفضل هدف اللي هو الستي وإن شاء الله محمد صلاح هياخد أفضل لاعب في العالم هو من وجهة نظره أفضل هدف أحرازه محمد صلاح كان في منشستر سيتي سعيد ده بيقول الأهداف الجميلة كثيرة ولكن هدفه في الستي هو الأجمل لأنه مع فريق معروف وادفعه قوي اتنين يعني رأيين كده معنا أنه أهداف صلاح أهمهم كان أو يعني أفضلهم كان هدفه في منشستر سيتي فادي محمد بيقول مساء الفل عليك أتوقع هدف في أتليتكو أمس هدف عالمي من النجم المصري طبعا يوصد أكيد الهدف الأول لأنه أكيد الهدف الثاني كان راكل الجزاء فهدف في أتليتكو مدريد أحمد عادل بيقول مساء الفل عليك أعتقد أن الهدف اللي سيسجله في الستي مساء الفل يا أبو حميد كل بيجمع على هدفه في مارمى الستي عبد الرحمن السيد أنا بستنى الجنب بتاع وادفورد برضو أجمل هدف في مباراة وادفورد الهدف اللي أحرزه محمد صلاح في مارمى وادفورد من وجهة نظر عبد الرحمن هو من ضمن أو أجمل هدف لصلاح حتى الآن هذا الموسم على المستوى الشخصي أنا لسه عارف أنه لسه فيه هدف كتير ولسه اللي جاي أحسن والسنة الأخيرة في عاده مع ليفربول هتكون هي أفضل سنة لصلاح وإن شاء الله ياخد من خلالها جايزتين كرة الزهبية جايزة الفرنسو فوتبل وأفضل لاعب في العالم وكل التوفير لصلاح وكل التوفير للأهل إن شاء الله يوم السبت في مبارات العودة أمام بطل النيجر بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقى على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند شكرا وإلى اللقاء